اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهم قوم قوم احكي معها خلصني هلأ شلوم بدي حكيها وما في معرفة بيني وبينها هلأ ما صر لك ثلاث ايام عم تقعد مع بيلا بلى ايه معناتها صارت بتعرفك او على إليلي صارت بتعرف انك مهتم فيها وهذا بسهل الموضوع كتير قوم هلأ قوم خلصني طيب شو بدي احكي اسيدي الحكي بيجي لحاله المهم تلاقي مبرر تبدأ فيه الحديث مهي هون المشكلة المبرر صر لي ثلاث ايام عم دور على مبرر وما كنت لاقي حواليك شي مبرر ظريف طيب شو رأيك قوم انا حاكي يا عنا هلأ عود بلى ولدني ما لنا ولاد صغار نحنا اذا بدك تخدمني بتلاقي لي مبرر طيب بسيطة اسألة قديش الساعة اسألة قديش الساعة هالحركة ولادية مو خرجنا انه ارضت من عشرين سنة طيب شو رأيك تعمل حالك مخربط فيها شلون يعني يعني مثلا الهجوم عليها ضغري وإلا مرحبا سوها على أساس تعرف وحدي اسم سوها واستشبهت فيها بتقوم بتقولك انا مو سوها يعني بعدين بتكفي من عندك لو كنت مستشبه فيها كنت حكيت معها من يومين مو هلا بعدين خايف عن جد يطلع اسم سوها بعرف حظي أنا طيب شو رأيك انك تحمل حالك وتقود جنبه وتستغير مننا المجلة المئيدة ماشي الحال فكرة معقولة يدعيننا أخي ما جيت الله ياخد بيدك استناك ولا أمشي انتظرني دقيقتين إذا شفني عم باخد وبعطي بالحديث اتكل انتي لو امدي اتكل خد تكسي وروح انتظرني مطعم الشلال ماشي راح أستنى عفوا هاني سيف في حدا قاعد هون شكرا حلو الطقس اليوم لطيف كتير لا برد ولا شو ممكن نسعير هالمجلة باللهي بعتقد ما في داعي لهالحركات انو حركات صرلك ثلاثة ايام عما تحوم حوالي وتاخدلي بوزات ممكن أعرف ليش الحقيقة أنا كنت كنت وما زلت يعني حابب اني احكي معاكم منتظر الفرصة ايوة واجيت تستعير المجلة لحتى تخلق فرصة للحكي مهيك؟ طيب عفوا انت شلون بك تحكي معي من دون ما تعرفني أنا قلت لحالي انه ممكن نتعرف على بعض بالأول بعدين منحكي طبعا إذا ما يبدأي بهالشي بس بترجاكي بترجاكي لا تفهميني غلط أنا مو من الناس اللي ببالك منه بالعكس أنا نيتي اتجاهي صافية تماما على كل حال مو مشكلة أنا ضجرانة وحابة يدردش مع أي شخص ماشي الحال أنا اسمي عادل وأنا سوها سوها؟ شو؟ ما عجبك الاسم؟ لا لا عجبني كتير أنا سوها يا ترى انت دائما بتجي لهون؟ يعني وقت بكون مالة بيجي لهون لحتى اختلي بنفسي وشم هوا نظيف بالظاهر بيتكم ديق وما بيدخلوا الهوا لا لا مو هذا قصدي بالعكس بيتنا كبير وشريح وعين الله حوله وين ساكنة حضرتك؟ أنا غرب المالكي وين يعني بالتحديد؟ عدم المؤخذة للإلحاح مو مشكلة بشارع مستشفى الشامي اي الحق معيك؟ السكنة بهيك شوارع معرضة للضجة والتلوث خاصة إذا كان البيت طابق وما في حديقة لا ولا عنا حديقة وكبيرة كمان بس تسكني برات البلد أفضل مو هيك بدك تقولي؟ يعني أنا بتمنى يكنلي برات البلد بلاطة واحدة حتى أبني عليها عش مثل عصفير وإسكن بس منين يا حزرة؟ وحضرتك ما بتحبي تسكني برات البلد يا ترى؟ بلى وبصراحة عنا مزرعة بالصبورة وفيها فيلا ضخمة ومسبح وأشجار مسمرة بس رغم هالشي الواحد بملء أحيانا ما بيعرف ليش؟ عفوا يعني بفهم من هالكلام أنه حضرتك ميسورة الحال؟ ايوة لله الحمد الوالد مخلف لي مزارع وبيوت ومصاري وعندي شركات كبيرة وضخمة ورغم هالشي بحسب الملل ما بيعرف ليش؟ معقول عندك كل هالأملاك وكل هالإمكانيات ومالة؟ هو صحيح المصاري ضروري لرفاهية الإنسان وراحته بس لما بتكون مكدسة تكديس تتحول لنقمة كيفما اطلعت حولي عملائي ممتلكات ومجوهرات ومصاري؟ صدقني مليت يعني حاسي حالي أنه حياتي كلها فارغة مع أنه كلها سهرات بأرقى الأماكن ورحلات لأوروبا ومتابعة لأحدى الصيحات الأزياء والسيارات عفوا شونو ع سيارتك؟ يعني شو بتحبي تسوي؟ لأنه سيارة واختيارة بتدل على شخصية الإنسان شايف السيارة اللي وقفي هونيك؟ أيوة هاي المرسيدس البيضة اللي حد الشوفير هاي سيارتي؟ ايه سيارتي وسائقي الخاص تتهني فيها فعلا سيارة مرتبة بتصدق؟ مليت منها مع أني من شهرين اشتريتها لا شو نحكي؟ قبلها كان عندي فراري صفرة وقبل الفراري كان عندي جاكور كحلي وإلى خط دهبي وقبل الجاكور بدلت شي أربع سيارات أميركي وهلأ ولا ناوية بدل المرسيدس شو رح تشتري بدالة؟ بي ام؟ ما بعرف بيجوز الطق بمخي واخدلي زلحفة صغيرة زلحفة؟ نعم التغير مو أكتر موسيقى تعرف يا أستاذ عادل أني مغبسق بحدا من اللي حوالي؟ بحسهم كلهم منافقين ومخادعين وصيادين وفرص والكل بيتعامل معي من شان ساروتي مو من شان شخصي وشان هيك عم ما حس كل شي حولي مزيغ وبارد وممي الله يعينك؟ بتاري عم تعاني كتير مو بس الفقرة اللي بيعانوا نيال الفقير وعيشته كلها بساطة ورضا وقناعة وصدق عفوا أنا سيسوها إذا سمحتي لي يدخل يعني كمان أنت بتتحملي مسؤولية هشي قصدي إنك فيك تختاري لنفسك أجواء خاصة ونمط معين لحياتك بحيث إنك تكوني مرتاحة هذا الحكي نظري لو كان عندك سروة بحجم سروتي ما كنت حكيت هالحكي يشكل هالأد سروتك كبيرة؟ لأني أنا البنت الوحيدة للوالد الله يرحمه هو كان مغترب وكان عنده أملاك كتيرة ولما توفى أورتت كل شي عنه صحيح أنا ما بشتغل بإيدي وعندي موظفين ومستشارين ومدراء أعمال بس مجرد متابعة الأرقام وأحصاء الأرباح بوجع لي راسي والمشكلة إني وين ما حطيت مصرية بربح لو كل الناس خسرت أنا الوحيدة اللي بربح فعلا مشكلة؟ تخيل من سنتين اشتريت مزرعة بقر ببريطانيا لأنه والدي الله يرحمه كان يشتغل هنيك المهم اشتريتها بخمس ملايين دولار وبعد فترة كل بقر بريطانيا جن إلا بقراته ما صلن شي لا ومو بس هيك زاد سعرهم كمان لأنه ما جنوا لعم على هالحظ قصدي شو هن حساد؟ ومرة اشتريت مزرعة عنب جنوب إسبانيا ناحمر بيا مربط خيل العرب يومتها مضرب موسم العنب كله لحقته دودة وما خلت منه شي إلا عندي ضلوا عمباتي مثل ما هنين وبعتهم بأغلى الأسعار لا حوله ولا قوة إلا بالله ليش هيك عم يصير معاك أنت؟ النحس لاحقني وين ما رحت ليكون وجعتلك راسك بحكي لا لا أبدا أعوذ بالله بالعكس أنا مسرور كتير لأنك فتحتيلي قلبك وحكيتيلي كلها لحكي فعلا أنا كنت بحاجة لأي إنسان لحتى أحكيله وجعي صحيح ما سألتك أنت شو بتشتغل؟ أنا؟ إيه أنت؟ شفتي البقالية يلي ورج نينة يلي إليها خيمة خضراء إيه عرفتها هي إليك؟ لأ شو إلي بشتغل فيها بس آه شو بتشتغل بياه؟ لا محاسب ورا الصندوق يعني هيكي شغلي على قد الحال يعني أنت فقير يا ست بإمكانك تقولي فقير أو معدم لأنه الراتب قليل كثير إيه نيالك ما لك؟ على فكرة أنت عايش بنعمة ما لك حاسس فيها أبداً أنا؟ على القليلة بالك مرتاح وزهنك فاضي مو بس زهني فاضي وجيبتي فاضي كمان أنت شب والمصاري متل ما بتجي بتروح لا تزعل عليها أبداً قالي زعلن؟ من قالك أني زعلن؟ أنت متجوز؟ لا، لسه ما صار نصيب وحضرتك؟ فيه اثنين حايمين حواليه وعم يطلبوا إيدي الأولاني ابن تاجر عربي كبير اجتمعت فيه بلندن عنده محلات أقمشة بأكسفورد ستريت صحيح هو جنتل من كتير ومزوئ بس مشكلته بارد، أنا ما بحب الباردين بتحس ردود أفعال الباردين معدومة شو ما صار حواليهم ما بتأثروا والتاني ابن ملاكي كبير هون بالشام عنده مزارع كبيرة كونسيروة وما كونسيروة ومرتدلة ومعامل آليات كمان الشاب لطيف ومهزم تعرفت عليه بحفلة كوكتيل بسفارة بلمح لي على الموضوع وأنتي شو رأيك؟ المشكلة اللي اتنين ما نزلولي على معدي أنا غنية وهنين غناية وحاديثنا المشتركة رح تبقى بايخة كلها الشغل وعمل وصفقات وأنا هربانة من هالشي انت شو رأيك؟ بشو؟ بتمنى ما أكون أزعجتك بمشاكلي لا لا بالعكس أنا مستعدة أقعد معك سبعة أيام بليليها وأنا عم بسمعي بس هلا عندي طلب صغير تفضل ممكن نشوفك مرة تانية؟ تخليها للظروف وليش لنخلي الظروف تتحكم فينا؟ ليش ما منتحكم نحنا بالظروف؟ على فكرة أنت جريء وأنا بيعجبني الشاب بالجريء وأنتي زكية ولماحة وأنا بتعجبني البنت الزكية شكراً هذا من لطفك على كل حال أنا مسافرة كم يوم ع باريس بدي جيب كم فسطان برجع يوم الأربع الخميس الجاية بتلاقيني هون بالجنينة حاببتك كثير لهالجنينة كثير مسلية وأنا رح أضل هون بالجنينة من هلا إلى يوم الخميس الجاي طيب عن إذنك مع السلامة فرصة سعيدة فرصة طيبة الله معك موسيقى موسيقى شو بسا إذا ما تنتغدى عني؟ لا والله بد يمشي إذا حدث ساعد عني قل له ما جيد عم يسترناك لجنينة خليه نتذرنك حاضر شكراً أهلا بسلام موسيقى موسيقى لا ما حكى هاي الفوتير عندك يلا يا أبو راميز لوين عادلبي؟ خذني على مطعم الشلال بيكون ماجد عم ينتظر من هناك ملل من الانتثار حاضر يا بي موسيقى